اعتبرت المحكمة الإدارية التونسية عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرار أعادة المرشحين الذين استبادتهم الهيئة من السباق الرئاسي بالسابقة وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تونس رفضت تنفيذ قرارات القضاء الإداري بشأن عودة بعض المرشحين لانتخابات الرئاسة وأكد المتحدث باسم الهيئة فاروق بوعسكر أن القائمة المعلنة التي تضم ثلاثة مرشحين من بينهم قيس سعيد الرئيس الحالي المنتهي ولايته قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادقة عليها بمجلس المنعقد بتاريخ عشر أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للتعال والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي تضم كل من المترشحين المقبولين نهائيا أولا السيد العياشي من عبد الحميد زمال ثانيا السيد زهير بن محمد صالح المغزاوي ثالثا السيد قيس بن المنصف صعيد أشير معلومات أوضح من وزارة الخارجية البريطانية مهمة على لسان وزير خارجية ديفيد لامي اليوم أن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة يعني هناك 30 من 350 باقي 320 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي موقف مهم في إطار الضغط على نتنياهو من قبل وزير وزارة الخارجية البريطانية في تعليق وحجب ترخيص أسلحة تصل إلى الداخل الإسرائيل أعود إلى تونس مرة أخرى كانت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياش زمال إعلنت أن الشرطة ألقت القبض عليه قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل وقالت الحملة أن الشرطة اعتقلت زمال من منزله فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية معتبرا أن ذلك يهدف إلى إقصائه من الانتخابات من تونس ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي لأستاذ محمد بعود أستاذ محمد أهلا بك هذا الموقف ضد زمال إلى أي حد يمكن أن يفسر في أي إطار في حجب وإزاحة مرشح مثلا أم ماذا؟ بداية تحية لك ولكل مشاهدي المسألة أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر غموذا خاصة أن السيد زمال لم يرتكب جرما بحجم أن يتعرض إلى هذا الهجوم على الفجر والقمض عليه الرجل كانت عنده قضية مرفوعة في مسألة تزكيات وهي مسألة إدارية قانونية عادية أوقفت فيها الكاتب العام لحزبه وأطلق سراحه على أن يحضر جلسة المحكمة أجلت إلى يوم 19 سبتمبر وفجأة يقع القابض عليه اليوم وفجأة من منزله واقتياده إلى منطقة حرس الوطن باتبوربة وإلى حد الآن إلى حد هذه الساعة لم يقع الإفراج عليه في حين أن الرجل ورد اسمه اليوم كمرشح نهائي للانتخابات الرئاسية وكما قلنا له موعد جلسة محاكمة ولم يفر من البلاد ولم يختفي وبالتالي لا يعلم أحد لماذا هذا الإجراء الذي أتخذ هذا اليوم في اعتقادك تفسيرك يعني هل هو خوف من مرشح قد يكون مؤثر أمام الرئيس قيس سعيد الذي يملك السلطة بشكل كامل الآن وهل هذا الموقف يستوجب تحرك السلطات الأمنية بهذه الطريقة يعني هل كان من الممكن أن يكون هناك تعامل إداري معه وهو رجل لم يرتكب جناية فكونوا يتم التصرف معه بهذه الطريقة هل ممكن أن تفسر بتفسير أخرى؟ حتى إن فسرناها بذلك فالأمر يعني غريب ومستبعد الرجل لا يشكل خطرا انتخابيا على منافس هو رجل أعمال هو رجل أعمال رجل أعمال حاول الظهور كناشط سياسي في الفترة السابقة لـ 25 جوليا مع بعض الأحزاب قلب تونس أو لداء تونس تحديدا لا أدري لكن لا يمتلك حزبا قويا لا مكينة انتخابية لا شعبية لا أفكار سياسية يمكن أن تشكل زخما انتخابيا قد يحرش الرئيس طيس سعيد أو زهير المغزاوي أو غيره بالعكس يعني ربما المسألة غامضة جدا حتى إيقافه إذا كنا نفكر بالطريقة التي نزح بها منافسين يشكلون خطر فالعيش الزمال لا يشكل خطرا نعم ولا زهير المغزاوي وهو قومي عربي ممكن أن يشكل خطرا زهير المغزاوي لنكون واضحين خزانه الانتخابي في المجموعات القومية المثقفة ربما في حركة قوميين العرب وحركة البعث وغيرها وهي عادة تكون نخبوية ومتواجد لها بعض الأنصار يعني في الجنوب والشمال لكنها ليست بالشعبية التي كان يمكن أن تشكلها مثلا منذر الزنايدي أو عبير موسي أو عبدالتي في المكة أو غيرهم ويعني حتى إن شكل خطرا على الرئيس قيس عيد فهو خطرا محدود وأعتقد من باب القراءة الأولية أنه لن يتجاوز تقريبا العشرة إلى 11-12% في أقصر حالات سيد محمد بعود شكرا جزيلا لك